الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره ليس هناك احتلال هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض وفي عام 1948 عندما أنشأت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين ليس له وجود أبدا هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليين أو لها أسماء متعددة جدا فهل نحن لو كعرب وكمسلمين يجب أن نقف مع الإسرائيليين ضد حزب الله هناك مقولة لدولة أو لرئيس دولة خليدية كبرى تقول لدي استعداد أن أتحالف مع الشيطان ضد الكيان الفارسي والشيطان هنا يقصد به إسرائيل لأنهم يسمونه إسرائيل الشيطان ولكن أنا أقول لماذا لا أتعايح سلميا مع إسرائيل وأتعاون معها على رد عدوي الكبير اللي هو النظام الفارسي أنا أؤيد أن يكون هناك تحالف ثلاثي بين إسرائيل والدول الخليجية العربية وأمريكا لمحو شيء اسم حزب الله من الوجود محو كامل لا تقوم له قائمة أبدا